البحث العلمي بين خير البشرية وإمكانية تحويل المصريين إلى فئران للتجارب أهلا بكم مشاهدي النهار اليوم في حلقة جديدة من المناظرة إذا أقول لكم الحقيقة أنا قدامي كلام كتير مكتوب لكن من ساعة ما اتكلمنا على أنه هنعمل مناظرة حوالين القانون الجديد بتاع تنظيم الدراسات الطبية القانون ده لسه تحت الدراسة وفيه لجنة محترمة قعدة بتشتغل عليه وبتطلعه من أساد زاكوبار على رأس اللجنة الأستاذ الدكتورة نادية زخاري ووزيرة البحث العلمي سابقا القانون ده حساس ومهم لأقصى درجة يعني إيه؟ يعني حضرتك لازم تدرك أنه البحث العلمي هو اللي أدى بنا لهذا التطور البشري حتى اليوم البحث العلمي ده سواء كان فيه الهندسة كان في الطب الطب ده فرع كيميا علشان نطلع أدوية وعقاقير وما أشبه أو في فروع أخرى ومنها الفرع البيولوجي وخد بالك أنه احنا وصلنا في الأبحاث العلمية لاستنساخ النعجة دولي ودي طبعا عملية مهمة لأنه أوجدت علاجات جديدة نتيجة سنساخ الخلايا عشان نعالج الخلايا المصابة وما أشبه إذن البحث العلمي في الأساس في الأساس هدفه خير البشرية والتقدم والتطور طيب أقول لكم الحقيقة أنا مش قاعد أقرأ لأنه الموضوع يملع عليك تفكيرك وحياتك أكتر من أنت تقرأ وراء طيب البحث العلمي ده لازم يكون فيه قدر من الأخلاقية يعني فيه مدونات للسلوك أشهرها يمكن مدونات نورنبرغ اللي هي طلقة سنة 1947 بعد انتهاء الحرب العالمية التانية ولما بنتكلم عن مدونات نورنبرغ نبنقول ليه نورنبرغ نورنبرغ دي مدينة في ألمانيا تمت فيها محاكمات مجرمي الحرب من النظام النازي من أتباع وأعوان هتلر بعد انتهاء الحرب العالمية التانية بهزيمة المحور وانتصار الحلفاء ومن أهم المحاكمات على جرائم الحرب اللي تمت أثناء وقبل الحرب العالمية التانية كانت المحاكمة الشهيرة بمحاكمة الأطباء محاكمة الأطباء دي كانت مرسومة على المجموعات من الأطباء اللي هم قاموا باستغلال المعتقلين في معتقلات النازي الكونسنتريشن كامبس المعتقلات التعذيب أو هذه المعتقلات سيئات السومعة تم استغلال المعتقلين اللي جواها لإجراء تجارة طبية عليهم من غير موافقة وهي دي النقطة الأساسية من غير موافقة رغما عنهم لأنهم معتقلين أتبرون فران تجارب وأجروا عليهم نهيك عن أنه تم إخصاء عدد لا بأس به على الإطلاق من اليهود الموجودين في هذه المعتقلات الأرقام أنا مش عايز أدخل فيها الرقم الصحيح كام ممكن يكون مبالغ فيه ممكن يكون قليء أنا معرفش الرقم الصحيح الأرقام بتجنبها تماما في مثل هذه الأمور إذن عندنا بحث علمي البحث العلمي ده ضرورة الخير البشرية عايز أقول لكم أن أنا واحد من الناس كنت بغطي مثلا قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني في ليبيا اللي هي كانوا بيتعالجوا بيها على أساس أن هم حقنوا المرضى الليبيين في أحد مستشفيات بنغازي بنوع أو بدرجة معينة من درجات فيروس الإيدز كانت درجة شديدة جدا 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 لأنه اللي بيصاب بيبتدي معاه كان الفيروس بدرجة معينة وبعدين كل ما شوية كل ما بيقوى الفيروس تعال يعني بيعلى وبيرتفع لفوق كلام الإخوة الليبيين أثناء الواحد ما كان بيغطي المحاكمة اللي هي الدنيا كلها الغرب كله هايج يعني إيه ممرضات يحقنوا ناس بالإيدز يعني إيه طبيب الكلام اللي كانوا بيقولوا للإخوة الليبيين في ذلك الوقت وكان مازال معمر قذافي حاكما لليبيا قالوا إنه ممكن جدا يكونوا الممرضات والطبيب دول بيشتغلوا مع مركز بحث علمي في أوروبا مش قادر ياخد موافقات لإجراء الأبحاث العلمية على البشر بعد الأبحاث اللي تمت على الحيوانات ومن الممكن جدا جدا إنه يكونوا قرروا ييجوا على ليبيا في بنغازي ويحقنوا الناس ويشوفوا تطورات يمكن ده يكون نوع من أنواع المصل أو اللقاح أو جزء من محاولة علاج الإيدز وهي رسالة سامية أنك توجد علاج لفيروس الإيدز طيب شمعنا ليبيا قال لك آه ليبيا لأنه ليبيا تحت الحصار فليبيا محاصرة فما بيروحاش أجانب كتير إذن اللي عايشين جواها مش قادرين كمان يخرجوا منها معناها أنه العينة قدامك ثابتة العينة اللي أنت هتعمل عليها البحث ثابتة فبتحقنه وبتفضل تتابعه لأنه بيراجعك كل فترة زمنية معينة وتشوف تطورات الفيروس ده أو العلاج ده أو محاولات علاج الفيروس عليه الكلام بيروح وبييجي في النهاية الممرضات بعدما حكم عليهن أحكام كثيرة من القضاء الليبي خرجنا هنا والطبيب الفلسطيني بعد أن توسط نيكولاس ساركوزي اللي كان رئيس لفرنسا في ذلك الوقت كلم العقيد القدافي وأطلقوا سراحهم وراحوا على بلغاريا على أساس أنهم هيتسجنوا أنه طبعاً أول ما نزده الرئيس البلغاري عافى عنهم عفواً كاملاً أنه الناس مش ممكن تصدق الناس مش ممكن تصدق وخصوصاً في الغرب أنه الطبيب أو الممرض اللي هم ملائكة الرحمة يمكن أن يكونوا سبباً في ضمار البشرية بهذا الشكل إذن البحث العلمي محتاج له قدر من القواعد فيه رغبات بتبقى جامحة في البحث العلمي أنه نوصل لحاجة تغير وجه البشرية أنت عارف طبعاً الهندسة الورثية أنت عمل عليها شغل قدية أنت عارف الاستنساخ ده تم قدية وعشان كده بقول استنساخ البشر كل الناس وقفة ضده لحد الآن لكن هناك من يريد أن يفعل ذلك طيب إذن لازم تكون فيه قواعد وسلوك يتبع في عملية البحث العلمي إحنا هنا بنحاول في مصر دلوقتي نحط قانون ينظم عملية الأبحاث خاصة في شق الطبي على وجه التحديد الطبي دمق يشمل الكيميا وبيشمل الفيزياء وبيشمل البيولوجي اللي هو علم الأحياء أيضاً إذن لازم يكون عندنا قواعد تعالوا نشوف الأساس في إجراء البحث العلمي أو البحث الطبي على مريض هو الموافقة المستنيرة يعني برغبة المريض وبعلمه وبكامل قواه العقلية وبكامل قواه العقلية حفرقكم دلوقتي حالاً على التقرير ده فيه مدونة سلوك نورنبرغ البحث العلمي كيف يجب أن يتم البحث العلمي اللي هي دلوقتي أصبحت شيء وقر في ضمير البشرية ما نقدرش نرجع عنه وإحنا بنحط أي قوانين جوا مصر أو في أي مكان تاني في العالم أولاً ضرورة الموافقة المستنيرة من الشخص الذي سيشارك في البحث وهذا يعني وجوب تمتع هذا الشخص بالأهلية القانونية للموافقة كما يجب أن تكون لديه القدرة على الاختيار من دون ممارسة أي نوع من أنواع القوة عليه أو الاحتيال أو الخداع أو الإكراه وينبغي كذلك أن تكون لديه معرفة كافية عن الأمر الذي سيشارك فيه كي يتمكن من اتخاذ قراره بالموافقة المستنيرة ولتوافر العنصر الأخير يجب على الشخص الذي سيخضع للتجربة أن يكون على علم جيد بطبيعة التجربة ومدتها والغرض منها وكذلك الطريقة التي ستجرب بها والوسائل المستخدمة وجميع المشكلات والمخاطر المتوقعة وتأثيرها على صحته جراء مشاركته في مثل تلك التجربة وتقع مسئولية التأكد من موافقة الشخص المشارك على عاتق كل فرد بادر أو وجه أو شارك في تلك التجربة وهي مسئولية كل شخص لا يجوز توفيدها لطرف دون الآخر للإفلات من العقاب ثانيا يجب أن تعود التجربة بالنفع على المجتمع ويجب أن تكون ضرورية وأن لا تتم بشكل عشوائي ثالثا يجب أن تجرى التجارب على الحيوانات أولا قبل التجربة البشرية ويجب كذلك معرفة التاريخ الطبيعي للمرض أو أي مشكلة أخرى قيد الدراسة لأن نتائج المتوقع ستبرر إجراء التجربة رابعا كذلك لا يجب أن يكون هناك أي معاناة جسدية أو نفسية ويجب تجنب أي إصابة خامسا لا يجوز إجراء التجربة إذا كان هناك احتمال لوفاة الشخص المشارك أو تعرضه لأي إصابة أو عجز سادسا يجب أن لا تتجاوز درجة الخطر على المشتركين الحدود الإنسانية مع التقليل من المخاطر من خلال الإعداد السليم سابعا ينبغي أيضا توافر التجهيزات الملائمة والتسهيلات الكافية لحماية المشتركين من المخاطر طويلة المدى بالإصابة أو العجز أو الوفاة ثامنا يجب أن يجري التجربة أشخاص مؤهلون علمية مع توافر أعلى درجات المهارة والرعاية في جميع مراحل التجربة لكل من أجراها أو شارك فيها تاسعا إعطاء المشارك في التجربة حق الانسحاب منها في أي وقت شاء إذا وصل لمرحلة بدنية ونفسية تجعل من المستحيل الاستمرار فيها عاشرا يجب على القائم بالتجربة أن تكون لديه القدرة على إنهائها في أي وقت إذا كان لديه سبب مقنع لذلك وتوافر لديه حسن النية والمهارة العالية والحكم الصائد بأن استمرار التجربة قد تنتج عنه إصابة أو عجز أو وفاة المشترك طيب دي القواعد التي يجب اتباعها والحقيقة أنه دي القواعد اللي تم الحكم بيها في بداية ما ابتدت الدنيا تتعدل في أمريكا بعد جموح في البحث العلمي تمثل في عدة قضايا منها قضية قضية أبحاث تمت على مجموعة من الأمريكيين من أصل أفريقي أو من السود الأمريكيين حاسب ما كانوا يسمونه في ذلك الزمن من سنة 1932 لسنة 1972 مصابين بمرأة بمرأة جنسي بينتج عن الاتصال الجنسي وطبعا يعني اتعملت عليهم أبحاث وكان منهم جزء مسجون ومنهم المرضى دول كانوا يتخذوا ويتجرب عليهم أشياء ما كانوش بيتبلغوا بيها أيضا هناك يعني جوانب قال لك عليها لازم تكون المدرك اللي ممكن تصبيه لأنه عندك قضية برضو سجن ستانفورد ستانفورد يجمع وجمع مشهورة جدا في أمريكا لكن لما حابوا يعملوا دراسة على التأثير النفسي وليه دايما في مشكلة كبيرة جدا ما بين السجانين والمسجونين عملوا في القبو أو في الدور تحت الأرض أو في البدروم يعني بتاع الجامعة قلدوا السجن وحطوا بعض من المسجونين يعني حطوا بعض الطلبة أنهم يبقوا مسجونين وبعض الطلبة التانيين سجنين وابتدت التجربة المهم منه خرجوا من دي الطلبة عندهم مشاكل وتشوهات نفسية إذن كل شيء بيتعمل لازم يكون معمول له حساب وطبعا القوانين اللي بتوضع ذلك في الاعتبار أولا بأول إحنا حنتناقش النهاردة في بعض البنود التي وصلت إلينا من مشروع قانون وأنا بقول أن القانون لم يصدر حتى الآن القانون مازال في طور الإعداد ولكن غياب كلمة موثقة المريض أو الشخص والفئات المحددة التي ستجرى عليها الأبحاث هي ملفة انتباهنا ودفعنا لأن نطلب مثل هذه المناظرة اليوم فنلاقيكم لنتناظر حول هذا الأمر ولكن بعد الفاصل بإذن الله فكونوا معنا أهلا بكم من جديد في المناظرة حلقة اليوم حول القانون أو مشروع القانون الذي يوضع الآن لتنظيم البحث العلمي في المجال الطبي الأبحاث الطبية على وجه التحديد وبيسعدني أن أنا أستضيف النهاردة الأستاذ الدكتورة ناديا زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا أهلا وسهلا فندم أهلا بحضرتك وهي طبعا رئيسة اللجنة التي تضع هذا القانون حاليا ويسعدني أيضا أن نرحب بالأستاذ الدكتور وائل نصار رئيس وحدة زرع الكولة بمستشفى الساحل التعليمي أهلا وسهلا بحضرتك أنا عايز أبدأ عايشين إحنا لحد النهاردة من غير تنظيم لعملية البحث العلمي لأنه أصلا البحث العلمي كان مهم خلينا نقول يعني الدنيا مهملة إلى أقصى درجة وأقصى حد ولكن مع دستور جديد وتخصيص ميزانية للبحث العلمي إذن سنشرع في ذلك فحبتدي وده خارج بره الفورمات اللي بيقول إنه إحنا بنترح جملة بنتناقش عليها إذا كان في موافقة أو اختلاف فيه جزء اختلاف جزئي اتفاق جزئي أي مكان من غير ما بنعطع بعضه كل حد بياخد دقيقتين بيتكلم فيهم بأرياحية شديدة بدون مقاطعة وفي النهاية كل قسم بنوجة فترة للتعقبات يعني برضه بيكون في دقيقتين نعقب على مجمل إدارة ده ده الشكل اللي إحنا بنشتغل فيه سنهار ده مضطر ركسر ده شوية بإنه نبدأ نقول للناس ليه إحنا محتاجين ده وما تم فيه مشروع القانون حتى الآن فممكن نبدأ بالدكتورة في الجزء الأولاني وفي الجزء الثاني في القسم الثاني إن شاء الله لمنرجع بعد الفاصل هيبقى الأسئلة لحضرتك في البداية بإذن الله دكتور طيب قبل ما أقول لي إحنا محتاجين ده عايزة أدي فكرة مبسطة إزاي أي دواء بيكتشف نعم نمر واحد ده زم بنعرف أسباب المرض لأنا عرفت سبب المرض ولنفرض إنه بروتين معين اللي بيسبب المرض بيبتدي الباحث يفكر إزاي أقدر أتخلص من هذا البروتين ميت مركب يبتدي يدرسهم على الخلايا المنزرعة في المعمل اللي هي اسمها التشو كالشر أو السلعي فيه نقول من مزرعة الخلايا بالزبط لو قال إن فيه خمسة منهم نجحوا إنهم يقاوموا المرض بياخدهم نخش على حيوانات التجارة وبقى صغيرة بتتعاد التجربة فران أو جرزانة أو جنيابيكس أو الأرانب كل دول بنعتبرهم الحيوانات الصغيرة بتبقى فيه مجموعة مش واخدى حاجة مجموعة عاديناها بالمرض مجموعة واخدى الكمباوند ده أو مركب ده ومجموعة واخدى العلاج القديم اللي بيستخدم وبنقارن بينهم إذا لقينا إن من ضمن المركبات دي فيه حاجة أثبات نجاح بتتعاد التجربة كذا مرة لحد ما ثلاث تجارب يحصلوا على نفس النتيجة يبتدي يعملهم على يعني يحصل ثبات في النتيجة ثبات في النتيجة نعم يبتدي يعملهم على عدد كبير برضو من حيوانات التجربة الكبيرة لأ إن النتيجة إن الكمباوند دوت بنكلم عن مثلاً حصنة كلاب حصنة مثلاً الـ HCV لازم يتعمل على شمبانزي فيه حاجات كده بس دي صعبة شمبانزي جداً لأنهم الحيوانات الغالية جداً والقابلة للانقراض لكن فيه حيوانات تانية زي الكلاب ممكن يتعمل عليها المهم طلع سيف على الحيوان أم آمن على الحيوان ما ينفعش أبداً أروح معمماه إن البني آدم يستعمله كعلاج لأن ما هو ينطبق على الحيوان ما ينطبقش على البني آدم عملنا قانون ضوابط لاستخدام حيوانات التجارب علشان برضو دي مخلوقات ويجب أن تحترم بالأولى بقى إن أنا أحترم البني آدم وما بتديش أقول مش عارفة اللبن إيه بيعالج بول إيه بيعالج الأعشاب إيه بتعالج ما ينفعش لازم يكون فيه بيش الدجل وش عوازها بالذبت إيه ابتلنا أو مش بدينا القانون بيقول على حسب هلسانكي في 1964 في مراحل مختلفة أخش به على اللي هي الأبحاث اللي على البني أدمين نملاً اللي هو فيز وان اول حاجة علشان اعرف الامان بتاع هذا العلاج بتعمل على حوالي 30 بني ادم متطوعين سلام جدا وما بتعملش مرة واحدة يعني تعمل على بني ادم ويتاخد بدوز صغيرة طلع سليم ما عملوش حاجة تتكبر الدوز على 2-3 تانين وهكذا لحد ما بنوصل للتلاتين ليه 30 علشان لو حصلت اي ازية ما تبقاش بعدد كبير زي ما حضرتك جبتي في المعرفة المستنيرة الموافقة المستنيرة وبعد كده خلاص طلع امن بيبتدي الفيس 2 الفيس 2 بتبقى للمرضى وبيقارن دي العلاج القديم اللي قد يكون دي سايد ايفاكس دي اعراض جانبية شديدة بيتجرب في حوالي 100 مريض وهم عارفين كويس جدا وهم متطوعين وعارفين ان هم جايز ما يستفدوش من هذا العلاج لكن بيفيدوا البشرية دي من حقه انه في نص التجربة يقول انا مش هكمل نيجي بعد كده المرحلة التالتة اللي هي بتبقى حوالي 300 لألف مريض دي بعد كده بيتاخد الاف دي اي ابروبل اللي هو الموافقة بتاعة الاف دي اي اللي هي الجهاز الاغذية والعقاطير بالزبط السلطة الخاصة او المختصة بالموافقة على الاغذية والعقاطير بالزبط دي الامم المتحدة وليست الولايات المتحدة علشان لازم نفرق بين الاثنين وهنا بيجي دور منظمة صحة العالمية مش كده بالزبط تمام بعد كده بنخش على انه نزل في السوق برضو ما بيتسابش الدواء لانه ممكن ينزل في السوق ومع الاستمرارية العلاج دي لازم يكون فيه متابعة علشان لو ليه اي اعراض جانبية بتبان بعد تراكم الدواء في الجسم او خلافه ده برضو بيقر عايزة اقول لحضرتك ان اي بحث كلينيكي بيمر بثلاث مراحل مرحلة اولى ان القسم حضرتك عارف الجماعات فيها اقسام البحث علميا بيطرح على القسم من امرأة واحد ثم يطرح على حاجة اسمها الانستيوشنال بورد دي اللي هي موجودة في نفس المكان لجنة اخلاقيات موجودة في نفس المكان اللي هيجرى في البحث اللجنة دي طبية قانونية دينية اجتماعية يعني ما تبقاش بس من اطباء خلصت المرحلة دي خشها المرحلة التالتة اللي هي موجودة في وزارة الصحة بتعيد تاني في لجنة تاني في وزارة الصحة وياما رفضت ابحاث بتقيم المفروض ان رئيس اللجنة بيكون تليفونه محطوط وتليفون اللجنة اللي في وزارة الصحة محطوط بحيث لو الشخص اللي بيتجرى عنده مشكلة عنده اي مشكلة بيتصل مؤمن عليه يعني فيه شروط كتير قوي محطوطة يعني اشكرك شكرا جزيلا طبعا بس هاي تقول ان العملية دي بتاخد لها 15-20 سنة ما هيش حاجة سريعة عشان كده العلاج على ما بيطلع بياخد انا بعرف حد من اصدقائي كان بيتجرب عليه الانترفيرون قبل ما يطرح في السوق كان ده الكلام ده في انجلترا عنده فيروس سي كانوا بيجربوا الادوية في ذلك الزمن كانت ترحت طولب قالوا يا جماعة في احتمالية 50-50 ان احنا في علاج ينجح موافق تدخل طب ما عنديش حل حعمل ايه الراجل صديقي قال لي كده وراح وابتدى خد العلاج على مدى 50 اسبوع وشاهد ساميل عليم انه الدواء يمشي ويحقق نتيجة مع البعض والبعض الاخر لا تحق معه نتيجة لانه حتى لو الدواء نفع مع بعض الناس وفي بعض المناطق سواء جغرافيا او من حيث الحرارة وغيره ربما ما ينفعش مع ناس تانية بتركيبة جينية مختلفة مع عرق اخر مختلف او غيره حسب ما انا فاهم وانا مش ازرعك فهاجل حضرتك الدكتور ومع حضرتك وقتك تقول لي برضو يعني ما هو البحث الطبي غير غير فكرة وجود الدواء وحضرتك بتزرع كلا قصة مثلا نقل الاعضاء وزرعة الاعضاء واجراحات النقل الكبد والعلاجات وهذه في حد ذات ابحاث وبتجرب على باشر بعد ما بتتعمل لها تجارب ايضا فاحنا ليه محتاجين مثل هذا القانون في اللحظة الحالية وهل القانون حسب ما وصلتك قراءات اولية ماشي في الاتجاه اللي احنا نأمل فيه قانون البحث العلمي اللي هو قانون البحث الطبي نعم لأ الحالة الطبية والله بصحتك انا لا اشكي مطلقا في ان اي حد من الزملاء الطباء الناس اللي هم كواليفايد وفي اماكن امنا هيفكر انه يتجاوز القاعدة الذهبية في البحث العلمي وهي مصلحة المريض ولكن القضية هنا صياغات القانون لان صياغة القانون ده هو مطلع به بعض ناس ما هماش اطباء مثلا فممكن بقوا قانونيين خلان هم اللي بيعرفوا السيئة بالزرط كده بس فيه السقطات هو لا يعنيها ولا يقصدها ولكن هو مش تخصصه عشان يقدر يصوها لازم اللجنة بتفضل قاعدة تتكلم بشدة لا مش ده اللي نقصده لا ده اللي نقصده أشياء من هذا قريب ولازم حتى يعني اللجنة اللي فيها الدكتورة نادية أقصد انه ساعة الصياغة الرئيسية الجمل يجب احنا كأطباء نستعرضها في سحية المشكلة يعني القانون هو عبارة عن الحكم اللي هيفصل بنا عند الخطأ وليس عند الصواب وعند الصواب كلنا فرحانين ومبسوطين طبعا إنما نشيرها كلها لما يحصل المشكلة يعني حكاية الفاراجرافات اللي ممكن تبقى متاخدة من سياقها في تفسير قانون ممكن محامي شاطر يخدها يقوم بشغل فيها يقلب البحث العلمي كله في مصر بالسبب السياق يعني طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا وهبتدي بقى في الأسئلة الموضوعة سلفا طب أنا بس عايزة أعقب على اللجنة أقول مين اللي في اللجنة وناس مور قوي أنا مش هقول أسماء ده نحن هناخد دي من حضرتك وهننزلها على الشاشة كمان رولب عشان نغتب عارفة مين الناس المطلعين ووضع مثل هذا القانون طبعا طبعا هنضعها وأنا بطلب من زميلك هترخرهم إن هم يعني يحطولنا ده بإذن الله بعد ما ينتهي التسجيل في على الشاشة علشان الناس تقدر تشوفها الاشتباك الأول فكريا بيقول من واقع المادة خمسة على وجه التحديد إنه مساودة القانون الخاص بالأبحاث الطبية تحول المصريين إلى فراد تجارب وتغفل أهم شرط أخلاقي وهو الموفقة المستنيرة عن وعي في نمرة خمسة البند الخامس ما فيش حاجة خالص عن الموفقة المستنيرة كل الكلام عن إنه هي الفئات سرعة التأثر ومنها على سبيل المثال النساء اللي هم في سن الحمل الأطفال المصابين بأمراض عقلية المشردين المهمشين أين شرط الموفقة؟ لا موجود أولا الفئات دي الفئات دي مستثناء من التجارب دي المستثناء؟ دي مفروض إنها ما يتعملش عليها تجارب إلا كلمة يجوز دي معناها إلا في حالة إذا كان طفل يبقى العلاج ده ما ينفعش غير للأطفال إذا كان حد عنده مثلا داون سندروم اللي هو المونجل بيسموه كده ما عرفش يعني هو ده اسم العربي اللي نعرفه والعلاج ليه يبقى لازم هيبقى ليه إذا كان واحد في غيبوبة والعلاج لحد في غيبوبة يبقى لازم يخش إذا فيه مكتوب إن هو مش هيقدر يدي الموافقة المستميرة لكن أهله أو أحد القانونيين معاه يدي هذه الموافقة المستميرة فكلمة يجوز دي معناها أن الفئات دي مستثناء إلا بشروط إذا كان ما ينفعش تجربة هذا العلاج غير عليهم ولازم أهله يدوا الموافقة المستميرة لو أهله رفضوا خلاص مش هيقدرش في التجربة طيب ما هو بتقول تشمل تلك الفئات هنا لم تستثني يعني حقول البند بيقول نمرة خمسة مكتوب وأنا بقول الأوتوكيو اللي كتابة عليه معكوسة فحقرع من الآيباد لحد ما يقدروا أنه بيقول في مادة خمسة يجوز إجراء الحبحات الطبية السريرية أو الإكلينيكية على الفئات سريعة التأثر إذا توفرت المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بتلك الفئات مع توضيح المزايا التي تعود على تلك الفئات بعينها من نتائج البحث العلمي على أن يقوم الباحث وراء الدراسة ببيان الضمانات المتخذة لعدم التأثير عليها في الموافقة المستنيرة وأثناء إجراء البحث طيب هنا في الموافقة المستنيرة يعني وتشمل تلك الفئات بقى الأطفال النساء في سن الإنجاب الحوامل الأميين مش عارف ليه الأميين ذوي للترابات العقلية الذين يعانون قصورا في القوة أو الذكاء أو الثقافة أو الموارد أو الموارد ومنها على سبيل المثال المشردون، المعدمون، الفقراء، المساجين، المدمنون فاقدوا الوعي المؤقت أو الدائم يعني يكونوا في غيبوبة أو في كومة أو تحت مثلا ارتجاك في المخ فاقدين الوعي الفترة المصابون بأمراد تهدد الحياة طلاب الطب التمريد العلوم السيدلانية ويجوز إجراء البحث الطبية السريرية على الأطفال والنساء الحوامل أو الأجنة كلمة يجوز يجوز يفندم دا يجوز دي في الآخر تشمل هنا في الأول تشمل الفقات بتشمل دول أيوة، ما هو بتشمل دول يجوز يعني أنا دول مستبعدين معنى المص عليهم إنهم مستهدفين يبقى إحنا ممكن لا هم مش مستهدفين دا بالعكس هم مستبعدين هو الصياغة على فكرة إحنا لسه بنائد الصياغة لكن المقصود منها إن الناس دي مفروض تستافنة حضرتك بتقول لي ليه الأميين يستافنة لأن الأمي سهلة قوي إن أنا أتحك عليه هو أصل المعنى يختلف تمامي المكتوب قدامنا بيقول وتشمل معناها إنه هو إنكلودد مع حضرتك في الأول خالص سريع التأصفر نعم اللي أنا مش مفروض أشتغل على اليوم ليه مثلا طلبة التمريد لأ أو طلبة الطب لأ علشان ما يجيش أستاذ في كلية الطب يقصب الطلبة اللي عنده إنك لازم تعمل بعض زي ما حصل في ستامفورد بريزن بزرق ما يجيش حد عسكاري يقصبه الدكتور اللي في الجيش مثلا يقول له إنت لازم تعمل كذا بايز جدا لازم أنا بشرفه يعني يمكن أنا آسف بقى المؤطعة رايح أنني الدكتور ما سألتوش لكن ده بالضبط لب اللي حضرتك قلته قبل كده إنه الصياغة مبهمة محتاجة زي ما دوضي بص حضرتك هو أنا رجعت القانون الإنجليزي والقالون الأمريكي الصياغة اللي عندنا مستقطعة من القانون الإنجليزي بالضبط ولكن القضية كلها إنه لما كتب هنا يجوز كان بيعمل عمل إرجاع إلى نص بنود في القانون اللي هي بيقول إيه ما يجوز البحث العلمي إلا على الآتي زي ما دكتور نادية بالضبط واحد سليم مريض عنده مرض معين ادينا له العلاجات العادية اللي موجودة ابتو ديت حتى تاريخه ما جابتش معاه نتيجة كويسة ويتوقع الدكتور المتخصص إنه لو خاد العلاج الجديد ده سيستفيد منه هيقعد معاه ويشرح له اللي هي المعرفة المستديمة أو الموافقة المستنيرة عارف فوافق برضو دول كده طفل مشرد أو طفل معاقز هنايا عنده مرض ما وتم علاجه بالعلاج الموجود دلوقتي حتى تاريخه ولم يستفيد منه ويتوقع الطبيب المتخصص أنه سيستفيد من هذا العلاج تقف على الموافقة يبقى الموافقة دي هنا البند ده كله المفروض يختص بعد ما يبقى الاستشاري موافق والفايدة وقعة للمريض سواء المشرد أو الحوامل أو الفقد الأهلية أو فقد الوعي أو كلام ده كله بس أنا كطبيب محتار مين هيوفق لي عشان أعالجه فإنما النص بالطريقة دي ده مجرد أنك تقولي ياجوز يعني يسمح لا هي مش فكرة يبقى لا ياجوز إلا بالشروع دولا ممنوعون من إجراء البحث عن القصدق يتكتب كده يمنع إجراء البحوث الطبية السريرية على الفئات سريعة التأثر ولكن هي دي بقى اللي بعدها ولكن عند الحاجة إلى إجراء العلاج ده هو لأنه العلاج الأولاني ما نفعل طيب أنا حاول معليش خلينا نتجاوز عن الضيئتين نقول تاني لو إنه حصل فعليا وعندي مريض عنده مرض ما التوحد أو العتها المنغولة أو كذا أو واحد أمي أو من المسجونين أو الفقراء وهو مريض ومحتاج للعلاج وإنت ممكن تعرض عليه تدخل في إطار التجربة وتشرح له هو ممكن لكن في الأصل هو ممنوع إلا إذا أقرأ إقرارا واضحا أنه غير خاض على أي تأثير فضل يا فضل حضرتك الموافقة بتاعت أن أجر البحث ولا لأ تالية لموافقة دكتور المتخصص الشاطر اللي مالوش مصلحة لفعلاجه من عدم دي قبل الموافقة قبل ما دور نص القانون هنا ده بتاع الموافقة يبتلي الرأي الطبي بمعنى ما ينفعش واحد يجي يقول لي أنا موافق خدني في البحث ده آسف لا ليه لأ لازم فيه شروط استراطات طبية أنا أعلم كطبيب أن الراجل ده هيستفيد من هذا العلاج ولن يستفيد من العلاج اللي موجود دلوقتي بعد كده أدور بقى على الموافقة أدور على بنص القانون ده يا تارى أقدر أخذ المفقل من إذا كان الراجل ده هو فقد الأهلية أدور على مين صاحب الأهلية إنما الرأي الأول لإجراء التجربة لهذا العقار عليه للطبيب المتخصص إنه يشايف إنه ده منفعش يتعالج بالعلاج اللي موجود دلوقتي ويجوز إنه يستفيد بالعلاج اللي موجود يبقى هنا زي وزي الطبيعي بقى زي وزي الإنسان المريض فعلا أجري عليه العلاج وقد يستفيد من هذا العلاج تمام هي حضرك قلتين فيه فيه ثلاث جهات لازم توافق قبل البحث ده ما يتعمل وقبل ما يتعمل لازم البري كلينيكل اللي هي قلنا المرحلة نقولها اللي مش هلتكلم عنه المرحلة السريرية أو المعملية يعني لازم زي ما قلت البحث هيعرض على مجلس الإسم العلمي ثم على لجنة الأخلاقيات المؤسسية ثم على وزارة الصحة ثم بعد كده الطبيب زي ما الدكتور بيقول هو اللي بيختار مين المريض أو مين الشخص اللي يقع تحت هذا الاختبارات تحت هذه الاختبارات كويس هو لأن احنا منون احنا في معرض مشروع قانون وليس قانون نهائي يعني لم تنتهي الصياغة بعد طبعا صارعنا لأنه نعمل هذه الحلقة النقاشية علشان نضمن أن الصياغة حينما تخرج لن تحول أحدا إلى فئران تجاري لن أشكرك وأتمنى أكثر لن تشيح المادة دكتور راني بتقول أنه إن احنا نقول أنه كل الشروط اللي بتتحقق من حيث المعرفة المستنيرة في المرضى الأسوياء اللي هم عقلين تنطبق تماما على فاقد الأهلية نعم ولكن المبحث الوحيد من معه أهلية هذا يعني هذا القانون بيحكمني من معه الأهلية ولكن مش بيحكمني في شروط دخوله للدراسة شروطه زيه زي العائل بالزبط وزيه زي المريض المواطن الساوي بالزبط لازم أحقق له كل هذه الشرطات وأضف عليها الأهلية عند مين بس لما القانون بالصيغة دي يجوز إجراء خاص لأنه فيه نصوص بعد كده يمكن الدكتورة نادية برضو هكتبعها هو دي المشكلة دايما ففاهمنا إحنا القانون لأن إحنا غير قانونيين ممكن نقول حاجة قبل من كامل حضرتك لو الكاميرا صورت هتلاقي هنا مكتوب المشروع الوارد من وزارة البحث العلمي ملاحظات ده هنا كلها الملاحظات لو حضرتكم لاحظتوا أنا بكتب يعني دلوقتي كتبتم عن حص الدكتور لو عملكوا برامج تانية إذن فيه جزء الفاضي لأ وإن شاء الله حتى لو قدرنا نصور صفحة ولا حاجة نحن محتاجين إننا ناخد الأراضي يعني يا ريت نفضل في حالة النقاش دي لأنه ده واحد من أهم وأفضل الحاجات اللي ممكن تحصل للبلد دي واتدي دفع حقيقية وفي نفس الوقت لازم أطمن الشعب لأنه نحن عايزين نقول إنه ده كترتنا وإخواتنا المصريين موجودين في مراكز البحث العلمية في الخارج ويساعدون في اكتشاف الأدوية فإن وفرنا لهم الجو اللازم ووضعنا لهم تشريع يضمن لهم إنهم يشتغلوا وهم محميين بالقانون طالما يعني التزموا ببنوده وبنصوصه ومع كبح لجام الجموح في الرغبة في تحقيق النصر العلمي والمجد والشهرة أعتقد إن إحنا هنقدر نكسب كم محترم جدا من باحثين مصريين موهوبين لما بيلاقوا السيستم بره بيبضعوا إذن إحنا بنحط رجلنا على السلمة الأولى ودي النقطة الأولانية إحنا عاديين بنتناقش نروح لفين من ناحية التانية أنا بأحمل مريض من إنه يتعرض لتجارب غير ممنهجة وغير علمية بالضبط لأنه فيه ناس ممكن تعملها وأنا يمكن حكيت القصة بتاعة الإيدز في ليبيا القضية كانت رؤية الليبيين إنه دول مستحيل يكونوا غير يعني لما تقوله الجملة الأساسية ده الطبيب ده ملاك الرحمة والممرض ملاك رحمة دول موجودين أصلا علشان يحاولوا يخففوا عنك الألم يساعدوك على الشفاء إزاي يقزوك؟ يقولك ما هو مدفوع بدافع أخلاقي طيب وهو الوصول إلى علاج يشفي من الإيدز اللي هو عجزة البشرية حتى الآن عن إيجاد علاج له فالحوار دايماً داير يعني حتى كانت فكرة اختيار بنغازي على وجه التحديد وليبيا تحت الحصار عشان العينة تبقى كونتيند وتبقى كونترولد أو يعني تم محتوى وتحت السيطرة كانت دايماً موجودة طيب أنا بس تسمحكم نروح للاشتباك الثاني وهو إحنا معنا حيكون على الشاشة دلوقتي المادة 8 من القانون أنا أعجب المادة 7 سفية حنوصل لها حنجلها المادة 7 جاية في الاشتباك التالي بتقول المادة 8 يعني بنقول إنه المادة 8 دي بتفتح الباب لضعف الرقابة وربما تؤدي إلى فوضى لأنها سمحت بإجراء البحوث في المستشفيات العامة أو الخاصة أو الأهلية ما حددتش أماكن محددة تبقى أماكن بحثية معتمدة واضحة وفتحت الأمور على عواهنها من غير ضوابط حتى الآن طالما توفرت لها الإمكانيات الفنية وطبعاً جامعات ما حدش يقدر يقول لا لأنه فيش حاجة اسمها جامعة مثلاً بتدرس طب ملهاش مستشفى إحنا شايفين قصر العيني هو المستشفى الجامعي لجامعة القاهرة الدمرداش هو المستشفى الجامعي لعين شمس فيه عين شمس التخصصي أيضاً وهو موضوع وهكذا فيه مستشفى جامعة المنصورة وهكذا إذن ما يمكن للجامعة والجامعة أصلاً هي مؤسسة بحثية وهذا رقم واحد هو الدور المنوطة بالجامعات بدل من تخريج الناس اللي هم كلهم زي بعض زي ما يكون خط إنتاج واحد بيطلع كله متشابه بلا إمكانيات ولا تميز فهي فكرة البحث على أساسها بتيجي الماجسترات والدكتوراهات والكلام ده كله طيب هذه المادة متهمة احنا شفناها على الشاشة بأنها بتثير الفوضى ما بتتحددش المراكز البحثية وتشخصها ده القانون لازم تضع أمور واضحة فيما يمكن أن يكون مركزاً بحثياً تجري فيه مثل هذه الأمور سواء كانت أدوية أو حتى إجراء أنواع جديدة من الجراحات لزي علاقات زي لما شفنا زمان القلب المفتوح لما بنشوف زرع الأعضاء الكلة نقل الكبد غيره 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 إيه اللي ممكن ليه المادة متسبة كتاً بداية هذا القانون مستثني منه قانون زرع الأعضاء لأن قانون زرع الأعضاء ليه قانون لوحده وقانون الاستمثل ليه قانون لوحده فدول هي خلاج جزائي خلاج جزائي طبعاً المادة دي كان فيه نقاش كتير فيها أنا شخصياً مش موافقة على حتة المستشفيات الأهلية لكن ما أثيرة من نقاش برضو يحترم هم قالوا فيه شروط لهذه المستشفيات إذا ما كانتش مستوفية زيها زي المستشفيات الجامعية فلا تأخذ هذا التصريح كان السبب لي قالوا لو فيه جهاز موجود في مستشفى خاص وإحنا محتاجين هذا الجهاز يمكن اللجوء إليه لو فيه تحليل معين مش موجود ومستشفى خاص أو يتعمل برة ممكن نبعد هذا التحليل لكن أنا مع حضرتك مفروض الأساس يكون في المستشفىات الحكومية والعسكرية والمراكز البحثية والتانيين بتكون استعانة بجهاز أو استعانة بتحليل وليس إن الفريق البحث يكون في المستشفىات الأهلية أنا لو سمحتيلي عايزة يعني أنا آسف طبعا لازم أدل الدكتورة الأول تفضل يا فضل هقول لها دكتورة أنا مع الدكتورة ميرفت بس مختلف معها في موضوع مع الدكتورة نادي آسف ومختلف معها في موضوع إن في حالك عدم توفر هذه الإمكانيات يجوز لأي من هذه الجهات إجراء الجانب السريري للدراسة في المراكز المؤهلة لإجراءها معنا كده أن المكان الأخرى مش مؤهل كيف أثق في مكان ما عندوش أصلا سرير يعمل في التجربة السريرية إنه هو يبقى مطلع بخطوة في البحث العلمي أنا كرجل باحث الشكل من الواحد عندي في كل حاجة الشكل حتى في إنه أنا بديه وده يمكن هو ده اللي بيثمن نتائج البحث العلمي إنه كل محد يجي يسألنا في حكتة أبقى مستوفيها تماما إن أنا أقتل عنده حكتة الشكل فأنا أعتراضي عليها وأنا لا أختلف مع حضرتك إنه مفروض تكون في المستشفى الحكومية والتعليمية ومستشفى الجيش الكبرى اللي هي فيها ركابة ركابة سلطوية ما فيهاش زارة لأنه أنا ما ينفعش واحد راجل عنده مستشفى وجايب جهاز جديد ويحط الناس عليه ويطلع على النتائج وأنا أخذها أعتمدها وأكمل بحث عليها أثق في النتائج مفروض تكون تسعين في المية كويسين بس العشرة في المية دول بس فيه مراقبة أتكلم عن المراقبة بعدين حسأل حريك في وسطهم سؤال من الحريك حتتكلمي في المراقبة وإحنا يعني الحقيقة بنحاول أن نكون مارينين جدا لأنه المناقشة لازم نصل منها إلى شيء والهدف هو أن نحن نوصل بدا لأن حقيقي حلمنا والله العظيم يوم ويطلع بإذن الله من عندنا يعني أبحاث تعالج وأدوية رهيبة كده بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يعني هنبقى كلنا يعني في قمة الفخر في هذا البلد وعشان كده إحنا بنحاول نساهم في نعتبره حوار مجتمعي إن شاء الله يعني نعتبر هو حوار مجتمعي حالة الحوار المجتمعي إنه يعني إذا كان في مركز حتى مستشفى حكومة ما عندهش هذا الجهاز وهو بيبحث البحث العلمي فهذا عار إذا كان من الضرورة استخدام جهاز يجب أن يشترى يجب أن يشترى ويوضع وهذا فوراً أكيد الميزانية بتاعت البحث العلمي سيوضع فيها جزء للمعدات وأنا أتمنى أنه الناس تتعامل معها برشد وبحوكمة ما يكونش فيها كل الكلام اللي كنا بنسمعه زمان ونجيب أجهزة والأجهزة تتكهن بعد شوية وكلام ده كله أنا عايز أعلق بعد محافظة تخلع يعني الجزء الأساسي هو إنه لا يجب إنه إحنا نحط أصلاً عشان كده نقول إيه ما تيجو نعمل مراكز بحثية متخصصة ما لازم كل جامعة جوة مستشفاها توجد مثل هذا كلية صيدلة في جامعة القاهرة ولا في جامعة كذا ولا جامعة كذا ولا جامعة كذا لازم يكون عندها كجهة بحثية وككلية عريقة لازم يكون عندها معمل state of the art يعني يعني لا يعني إيه آخر حاجة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم والمواد على أعلى مستوى لضمان الجودة علشان ما نرجعش نقول زي ما بتقال أصلاً كمان المادة الفعلة في الدواء ده جاية من جنوب شرق أسيا ودي جاية من أوروبا ودي مش عارف الفرق بين إيه والفرق بين إيه إحنا بحاولوا إن نقتل كل الثغرات لكي نصل إلى بحث علمي الناس دي يجي تقف هنا وتاخد مننا زي ما إحنا بناخد منهم في العلاجات بإذن الله أنا تعليقي القرار ده تعمل في مارس 2012 ما كنتش لسه قدرت أضاعف ميزانية البحث العلمي فكان فيه قصور في أماكن بحثية بعد ما ضعفنا ميزانية البحث العلمي إحنا مولنا 28 مركز تميز كل مركز فيهم خد 10 مليون جنيه منهم معهد الأوراق منهم جامعة أسيوت ممكن جامعة زويل ممكن مجدي عقوب يعني فيه أماكن كتير خدت مراكز التميز دي فأصبحت فعلا زي ما حضرتك بتقول 10 مليون جنيه تقدر تجيب أجهزة وتجيب مستلزمات إنها المكان يكون لا لا مفيش رواتب دهية حتى بتبقى بندي 25% بعد ما يسددوا بفواتير اشتروا إيه بال25% ياخدوا 50% سددوا فواتير وفعلا الحاجات وبتروح فيه مرأبة تشوف الحاجات دي فعلا موجودة ولا لا بياخدوا 25% الأخير أكيد فيه جزء بيكون مكافأة للناس اللي تعبت لابد لابد دي مش بسألة منتابة لكن لا رواتب ولا ولازم يكون في تشجيع وما ينفعش طبعا واحد يعمل مجهود كبير ما ياخدش مكافأة وما يتروحش الميزانية بالدرجة كبيرة للمكافأة المكافأة اللي بسانتش محدد ما يتعدهوش فيه نسبة محددة لا يتعدها طيب كويس جدا فممكن قوي دلوقتي نقول ان المراكز البحثية والجماعات أصبحت أفضل تجهيزا مما سبق فممكن قوي نستغنى عنه ان احنا نقول فيه مستشفى أهلية فيها جهاز معين او فيها تحليل معين مش قادرين نحن اذا المادة في حاجة الى تعديل فعليا طبعا وفيه ملاحظات وإحنا ان شاء الله نبقى نعمل يعني حلقة أخرى بحثية برضو حول هذا احنا لسه هنقعد لسه فيها ما دالة بنقوله عشان كده يعني ايه بنحاول ونبتدي لإذن الله تفضل يا دكتور يعني قل لي الكلام اللي قالته الدكتور حالك متفق مع فكرة انه تحدد الجهات فقط التي ستجري هذه الأبحاث ايوة لأنه احنا كدولة فقيرة يتحكم العنصر ولا كمان نقدر نحدد أوصاف هذه المركز البحثية في القناة اللي لا يقل عن كذا وانه لازم يكون بيتمتع بكذا وخبرات الناس طالما مستوفي لكل أبحاث البحث اللي هو هيعمله جوه مبناء وجوه بالكوادر بتاعته إلا إذا استدعى كادر من برا من برا المكان ده بس مصري برضو دي مهمة أول حاجة دي يعني أصد نصوصه الأجانب محتاجة النصوص بقى الوحدة خلص احنا بنتكلم على أستاذ مصري من جامعة عين شمس يروح يشتغل في القصر العيني يعني يجب أن المكان اللي هيعمل بحث علمي مستوفي لكل وسائل البحث داخله نعم ما يطلعش برا إنما اشتراك الحاجات الأهلية في الأبحاث أنا مش من أنصارها خلص أنا شخصية مش معها دي نقطة واضح إنها نقطة واللجنة المحترمة لازم تنظر فيها في حاجة حضرتك قلت لازم يكون مصري فيز وان المرحلة الأولى لازم يكون بلد المنشأ مصري علشان أعمله ما ينفعش أبدا إن أخذ علاج من أي مكان وأعمل فيز وان فيه لكن فيز ثلاثة ممكن أو يكون الدواء جاي من برا أه بس محتاج دواب بس أنا جاي الحديد بس مصري مع البر وده اللي حصل أنا موافقة أنا محتاجة دوابط في نص القانون هنا مفصولة من سياقها خالص وفيه كمان علشان أوصف المكان اللي هيتعمل فيه البحث ده فيه ده قانون أي قانون بيكون لي لايحة تنفيذية لايحة تنفيذية بقى فيها التفاصيل المملة دي كلها أنا مش عارف قصة اللواحة الحقيقة أنا ببيني وبينك باب الخلف للفساد قليل لما اشتغلت في حكومة ويعني كان في الصحافة القومية فما كناش نعتبر حكومة إلى هذه الدرجة ولكن كان دائما عندي تساؤل عن ليه أنا محتاج لايحة تنفيذية ما القانون لازم يبقى واضح ويتم التطبيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن أو ينضيفه أنا بس هو قانونيين قالوا لنا اقتصروا على ذو متقدروا يعني قلقانين من قصص اللواحة تنفيذية ثم ينتهي ويذيل كل قانون وهذه من مشاكل جميع القوانين الموجودة في جمهورية مصر العربي ويجوز للوزير ومجرد ما ذكرت كلمة ويجوز للوزير يعني الثمانية وتسعين باند اللي فوق زي جوز في باند خمسة هنصلحه علشان ما يفتحش المجال لا يتوسف بوضوح هذه مسألة حل من اتنين يا حيسمونا برا احنا مش بس بنشتغل احنا العين علينا برا فلو ممكن يجوا يسمونا برا ان احنا الجزارين وان احنا اللي بنتاجر دلوقتي في عضاء البشر وي 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 ان لم يكن هذا القانون وقبل برا يهميني المواطن المصري يبقى نفسيا اللي مرتاح وحاسس ان دا المصر عشان يقدر يجي يشتغل طيب عايزة روح للمادة رقم سبعة في الاشتباك التالي فكريا حول هذه المسألة سبعة ومعها تسعة واربعة عشر اعطت لراعي الدراسة المسؤولة عن تمولها حقوق وصلاحيات كبيرة رغم انه قد يكون فرد او جهة غير متخصصة يعني مش عايزة غير متخصصة او جهة اهلي مش جهة حكومية بيلزم البحث بانه يقوم بادارة الدراسة طبقا للبروتوكول المعتمد من رعاية الدراسة يعني انا النهاردة لو جيت مولت دا وانا شخص قد لا اكون خلالي انا اقول احنا بتلفزيون النهار بنمول هذه الدراسة ونريد ان نصل من رعاية هذه الدراسة الى شيء وده اللي احنا بنسمع عنه بار حرب المعامل ده يطلع يقولك اللحوم اكلها يضر ويجيب الكذا وكذا وكذا وده يطلع من المعمل البحث التاني يقول لا 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 الدواجن واللحوم البيضاء هي التي تسبب كذا وكذا وكذا ثم يخرج لك واحد يقولك لا كمان اللي بيجرى مش عارف ايه مع الاسماك اذا اذا رعى احدهم الدراسة لابد يكون في درجة من درجات المصلحة فالامور متسابة مش مش محكومة في قصة انه البروتوكول اللي يحطه راعي الدراسة وكذا 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 راعي الدراسة هو اللي بيرعاها ماديا وليس له الحق انه يقول النتيجة كذا او النتيجة مش كذا انا عايزة اقول لحضرتك اطمنك من ناحية مهمة جدا ان نفس الطبيب اللي بيشتغل ممكن مايبقاش عارف هو بيدي المريض ايه في حاجة اسمها بلاسيبو ده الدواء الوهمي اللي كتبوا عنه في الجورنال انه دواء وهمي ومش بمعنى دواء وهمي فلنفرض ان القرس اللي محط الدراسة ده لونه احمر وشكله مدور يقوموا يعملوا قرس تاني زيه لونه احمر وشكله مدور ومفوش المادة الفعالة الطبيب بيدي هو مش عارف هو بيدي ايه بيدي اللي بالمادة الفعالة ولا اللي مريد عشان حتى في جزء النفسي بالضبط جزء النفسي وبحمي المريض زي ما حضرتك بتقول من الجزء النفسي انه يقول انه ده ريحه او مريحوش بحمي او بتفادة ان الطبيب يوجه الطبيب انسان عرض انه يوجه من شركة مستفيدة فكده الطبيب بيشتغل بدون ما يعرف هو بيدي مين المجموعة اللي معها الاكتف كومباوند او المادة الفعالة ومين ما معهمش المادة الفعالة فبالتالي الرعي لو عارف الرعي مجرد ان انا بشرك واحد يعني زي ما بنتبرع مثلا لسندوق تحية مصطب انا اتبرع لتجربة اكلينيكية هتفيد البلد في علاج معين هي مش الشركة المنتجة للدواء ده واحد مبرد بيدي فلوس بيتبرع بفلوس ممكن نكون في شركة ادوية وتكلف مركز بحثي صح؟ ويبقى عايزة توصل مع هذا المركز البحثي سريعا الى نتائج لانه امامها سوق مفتوح في مرض ما في منطقة ما وبالتالي توجه تضغط البروتوكول بتاعها انه الاسرع بالخطة انه تقلص فترة الملاحظة بحيث انه نشوف الاثار بتاعة العقار الجديد على ده المسلا المفروض عودة تابعه شهر لا خلينا او سبوعين هي دي مش كلها حاجات ممكن تحفظ لا هي السلاحيات المعطاة في نص قانون جوزها رجال الصح والغلط في البحث العلمي كلنا عارفين نعم المشكلة اللي احنا بسددها نصوص القانون انها ما تخرجناش عن الحاجات الصح اللي احنا كلنا متفقين عليها دكتورة ناديا وانا فمثلا بيقول على راعي الدراسة القيام بما يلي الحصول على الموافقات المطلوبة لجميع الاطراف المشاركة في الدراسة والاشراف على التنفيذ الدراسة من بداياتها الى نهايتها ووضع آليات المراقبة وضبط جودة الاداء وضمان استخلاص النتائج والتوثيقها وآلنها ده الراعي ده ممكن يكون ناديا زي ما اتفقنا مش ممكن يكون يا بعمل يعني الكلام اللي اريد الدكتورة ناديا مش موجود الكلام اللي هي دكتورة ناديا مش موجود يبقى هي بتقصد شيء والكلام اللي مكتوب شيء تاني اه بالزرح محتاج عادة سيارة اللي هي هو ناقص هنا مين اللي هي رائب على هذا البحث مش الراعي المراقب زي ما وزارة الصحة بتراكب اللجنة الانستيوشنال اللي هي في المعهد بتراكب اللجنة الاخلاقية اللي في المعهد أو في المكان المركز اللي هيتعمل فيه البحث بتراكب ده ممكن قوي لو دوى من الخارج بييجي ناس بيراكبوا من الاف دي ايه بتراكب يعني العملية مش متابعة اللي بيجوم ركابة اللي حضرتك بتقوليه هو ما وقر في ضمير البشرية كلها وما يجب أن نتفق عليه جميعا لكنه مش المكتوب يبقى هنا مفروض نقول من له حق الرقابة لا الراعي مش هو اللي هيستحصل ده كمية الحاجات اللي دي كلها حقور الراعي والإشراف على الدراسة وتنفيذها من بداية النهيجة دي ده مش الرعي بقى ايوه والآليات على الموافقة أنه هو يرعى هذا الموافقة أنه يرعى هذا البحث النص ده مختار وأنه هو لا محتاجي عدد زيادة محتاجي عدد زيادة محتاجي عدد زيادة محتاجي عدد زيادة هو الده اللي بيمول كل حاجة في النقصة كمان من لعوا حق الرقابة مفروض يحدد برضو هنا ده بص حدث كمان في البراجراف الثالث توفير التدخل البحثي سواء كان مستحضرا أو غير مستحضرا نعم وانقله وحفظه وتخزينه في مادة سبعة مادة سبعة مادة تسعة فانا مادة تسعة في الفصل السابع مادة تسعة مادة تسعة مادة تسعة تماما البراجراف الثالث توفير التدخل البحثي سواء كان مستحضرا أو غيره ونقله وحفظه وتخزينه واتخلص منه ده ما يشوفوه ده ما يلمسوه ده الراعي ويعرفش ايه هو اصلا ده الراعي ايه اللي خلوه ماشي القائم على الدرسه او على الباحث اتفق اصل الراعي غير الله الراعي معناها من يمول من يمول ولكن الباحث هو من يقوم بذلك والمركز البحثي الذي يقوم بذلك هو اللي عنده يخزن وينقل ويتخلص مع سلزة محترمين هي اللي تعمل كله نعم ده الراعي مالوش اي علاقة بالدول اللي بيعرف منه طيب عشان نشرح الناس تاني الراعي ايه الممول ومش لا ومش بالضرورة يكون اه مستشفى ولا يكون ولا طبيقه ولا طبيقه انا بزين بقول ممكن يكون شركة تلفزيون النهاري تمام مش هو كتلفزيون النهاري فمش من مش ممكن يوضع للراعي كل هذا يعني انه هو الباحث يعني انه هو الباحث عايزين نميز كلمة الراعي عن مركز البحث عن مركز البحث والباحثين تحت صور الراعي الصلاحية هنا للطب وليست للفلوس فين حتة دانية برضو ويجوز الراعي الدراسة الاستعانة بالمختصين او توكيل احدى منظمات البحوش الطبية التعاقدية المنخص لها بالعمل لاداء واحد او اكثر من واجبات او مهام الدراسة المنوط بيها وهنا بقى بقى دي بند ساق السمعة ليه ساق السمعة لان هو حط كلمة البحوث الطبية انا اتصور ان منحق الراعي انه يحرص على ماله في حدود نطاق الاشراف على المصاريف انها متسرقتش على انها متجابش بيه حاجة مش مظبوطة انها مملوش علاقة بالبحث حتى لما ينيب ينيب عنه واحد محاسب يقوم يرعى هذه الامور انما ايه حكاية الطبية هو ماله الجزء الطبي خاص بالطبيب الباحث والباحثين واللجنة الطبية الجنائية وده عشان الشركات بتاعت الادوية انا غلط ان شركة الادوية تنيب طبيب بقى يشرف على الناس دي لا انا عادي اعلا في الحزن ويعمل الدنيا كلها بقى خلاص احنا ما عندناش لسه منظمات البحوث الطبية التعاقدية يمكن حضراتكم شايفينها مكتوبة بالبولد لان مازالت محتاجين نعمل هذه المنظمات ولسه مفيش في مصر الحتة دي انجي اوز دي عبارة عن شركات منظمات الاهلية ولا دي شبهة دي متاخدة من القانون بتاع السانكي لكن مش متنظمة لسه عندنا دي مفروض انها المرأبة المتابعة الريجوليتر 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 للموضوع ومرأبة الريجوليتر والمفروض ان الشركات دي بره بيكون اداري وطبي يعني في بعض الشركات هي بتبقى رعاية ومراقبة في نفس الوقت عشان تكون مراقبة مش بتراكب الفلوس بس بتراكب النتائج مراقبة مش انها auditor ما عليش عشان تراكب معنى انها تشاهد ودي لسه مش لانه الكلمة العربي اصعب بكتير لانه في الانجليزي في اكتر من كلمة الرقابة لو هي بمعنى الريجوليتينج اللي هي الرقابة ان عندك سلطة على من يبحث الان ده ده كده انك تشاهد بست الجملة بقى اللي بعدها حدرتك في الامم المتحدة زي منظمة التحليل فلسطينية بستراكب الدراسة ده اللي خلاني اردت للنص البند ده سيقسم عليه بست بقى البند اللي بعده كما يجوز له تعيين لجنة مستقلة من دوي الخبرة لمراقبة وتقييم سير الدراسة واسدار التوصيات والقرارات هو مال؟ يعني ده هي قرار لي اعلي الدوز وانا قصها ده بيصدر قرارات لا القرارات ان البحث ده ماشي مظبوط ويكمل ولا يقف الراعي لا يستر ان معادي مش الراعي بس دي اللي هي بقول الشركات اللي لسه ممكن يصدر توصيات حكب مكتوب له هنا يصدر قرارات توصيات باستكمال البحث او البحث ده مؤذي مانا موافع حريقي يبقى اسمها يرفع اللي هو عاوزه للجنة البحث العلمي هي انا كطبيب باحث لا انظر ولا اسمع الا للاطباء زملائي يبقى التوصيات انما ده ما يقرر ليش خرار رفتك او زود الدوز او نقص الدوز هو ماله حتى لو كانت شركة ادوية هو مالوش اي صراحية في البحث البحث ده في لجنة علمية توصيات واي سابل الله هو يبصر عملية الاستقلال للبحث بغض النظر عن الممول لانها هي دي النقطة احنا بنشوف طبعا حتى في الافلام الامريكية وغيره لما بيغضب الممول على بحثه ويقول حوقف التمويل وهعمل فيبتدي المعمل او البحثين يدوروا على تمويل من اماكن اخرى وما اشبه اذا عملية التمويل هتكون عنصر مهم جدا في البحث العلمي غير الميزانية بتاعت الدولة وانا اتمنى ان نكون ميزانية الدولة في الفترة الاولى على الاقل حين ضبط عدد معد ولكن يفتح بعد ذلك باب التمويل للناس القادرة والراغبة والمكتبة التي تريد ان تساهم في هذا واللي بتوقف اوقاف علشان علاج مرض ممكن يكون حد حبيبه او قريبه توفى به تتم لاحقا ولكن الشركات الادوية حينما تدخل لابد ان تكون تحت رقابة شديدة حتى لانها مستفيدة يعني لانه هيكون فيه تعارض مصالح conflict of interest هي دي النقطة الاساسية التي ايضا يجب ان تراعى في هذا القانون حسب ما فهمت من الدكتور واقل تماما وانا متأكد ان انتو اصلا شغالين في هذا الاتجاه ولسه الصياغات طبعا اكيد هي صياغات هي اكيد بس ما ينفعش ان الشركة الرعاية تسيب من نص فيه تعاقد انها لازم تكمل فيه تعاقد اه دي بقى النقطة اللي هاي بتقول تماما وهي كمان الشركة بتعمل تأمين يعني مفروض ان يكون فيه تأمين على المرضى فمفروض ان الشركة الرعاية دي دخلة من ضمن التأمين على المرضى مزبوط وهي بقى بمبالغ محددة واشياء من هذا القبيل على حسب الدراسة نواصل النظر فيها مواد مشروع القانون الذي لم يصدر حتى الان واللي احنا بنعتبرها هذه الحلقة من المناظرة جزء في بداية الحوار المجتمعي حولها واحنا لسه في الصياغات الاولى حتى نصل الى افضل شيء ممكن يجعلنا من بين الدول المتقدمة في البحث العلمي خاصة في مجال بحوث طبية على وجه التحديد وهنكون الاكثر اخلاقية ايضا لانه اذا اقترنا الاثنان صرنا يعني اسما يدوي في عنان السماء هنخرج لفاصل بالاذن من الدكتورة نادية ومن الدكتور وايل ونرجع تاني بعد الفاصل ما تروحوش بعيد اهلا بكم من جديد الحقيقة حتى في الفاصل ما توقفناش عن الحوار حول مشروع قانون الابحاث الطبية الذي نود ان يصدر في ابها صورة لكي يجعلنا يعني في صدارة الامم التي تعمل بمهنية ونزاهة وشرف وتدفع في اتجاه خير البشرية بالابحاث الطبية وزي ما قلنا لدينا في مصر الكفاءات التي استطيع ان تفعل ذلك ولكن بقي ما يسمى بالسيستم او النظام التركيبة كلها اللي هيدور فيها عملية البحث بما فيها هذا القانون بحماية الباحثين ووضع مسئوليات عليهم اهمها المسئوليات الاخلاقية والامانة اللي قدام ربنا سبحانه وتعالى في التعاطي مع الناس اللي احتتعاطى العقاخير دي لاحقا بعيد الترحيب وبجدده بالدكتورة نديا زخاري اهلا وسهلا دكتورة والدكتور وايل مرة اخرى اهلا وسهلا دكتور وايت وانا بقول دلوقتي هنروح فورا على المادة رقم 13 في هذا القانون اه وهي بتقول انه يجوز لاحتفاظ بالانسجة ها لا يجوز بتقول انه يجوز لا يجوز لا يجوز استخدام النسيج البشري او المواد الفائدة عن البحث المأخوزة بعد صدور هذا القانون الا بعد الحصول على الموافقة المستنيرة من المتبرى طيب لا انا بتكلم هنا عن الحفظ لا يجوز تخزين العينات الحيوية بعد الانتهاء كلية من البحث لاجراء بحوث مستقبلية بيستخدام هذه العينات الا في هالة وجود نص المفروض انه في كل الاماكن العلمية في الدنيا يجب تخزين العينات الخلاف كله عشر سنين ولا عشرين سنة ولا تلاتين سنة انما هذا القانون يحسسني بان احنا بنخبي قتيل لا يجوز يعني هو نصلي على ان انا كباحث خلصت البحث التابعة اخلص بكلام ده ليه؟ ده انا بشيله عندي علشان لو ظهرت مضاعفات مستقبلية لو ظهر بحث جديد كان نفسه يشوف محددات علمية اخرى يقدر ترجع له ويكمل على البحث العلمي اللي انا عملته ايه النص الصريح ده لا يجوز تخزين العينات تحس فيه كده انه ده بيسبح ضد الطيار العلمي اللي ماشي في كل الدنيا واعتقد الدكتورة نادية وماده عن الاحتفاظ بالانسجة داخل وخارج مصر ايضا النقطة التانية حكيت اقل الاحتفاظ داخل وخارج مصر يعني ايه خارج مصر؟ يعني انا ليه العينات البحثية اطلعها عبر مصر طب اعلق على جزء جزء نمرة واحد انا باخد موافقة مستنيرة من المريض اكس ده وبقول له انا هعمل البحث الفلاني احنا ده احنا بالعكس عايزين نعمل تيشوبانك بمعنى ان انا بخزن لبدة عشر عشرين سنة بس اخد موافقته تسمح لي بعد ما خلص البحث ان انا اخزنه عندي لو قال لا اه ده بتاعه لو قال اه وفقه 99% بيقوله اه لانه مش خسران حاجة خلاص عينة الدم اتخذت منه وهنخزنها وما فيش مشكلة بس لازم يكون عارف ان انا مش هستخدمه في البحث ده بس لانه هو كتب موافقة مستنيرة لهذا البحث بقى من حقه يقول استخدموه زي ما انتوا عايزين تستخدموه دي نمرة واحد حتت بقى بره وجوه ان بعض التحاليل ممكن ما بتتعملش في مصر او بعض التكنيك ممكن ما بتتعملش في مصر فبيتاخد موافقة ان العينة دي تتعمل بره طيب هم ما يحتفظوا بيه لا ما يحتفظوش بيه الا لو في موافقة على هذا يعني احنا مش بنمنع ان الحاجة تتحفظ انا عايزة اقول لحضرتك على قضية كده كانت بره ان واحدة ست رفعت قضية ضد الدكاترة اللي بيعمله بترايل على البلوك الشامع ده اللي هو بيتعمل عليه البيوبسي بيتعمل عليه التحليل يتعرف اذا كان ده ورم خبيس ولا البيوبسي هي العين عملت قضية اللي قالت لهم دي الحاجة الوحيدة اللي فضلالي من جوزي الحبيب وانتو خدتوها من غير ما تستأذنوني شوف بره وصلوا لدرجة ايه؟ يعني ده جزها مات خلاص ودي حتة بلوك شامع يبقى لازم اخد رأي المريض او المحط البحث تسمح لي ان بعد ما خلص البحث ده انا هخزن العينة دي عشان هتفيدني بقى حس تاني ده مش معناها ان انا بارمي بس بموافقة مستنيرة من المريض هل ممكن ان احنا نصب حتاك تعديل بسهر؟ اه هو مكتوب هنا يعني لازم موضح ده؟ ما هو مكتوب الا بعد الحصول على الموافقة المستنيرة يجب الحفاظ على العينات لمدة عشرين سنة الا في حالة رأي المريض هي كلمة يا جوز عمللنا هي في حقيقة اصلا في ايه؟ انا بنقول دي حقيقة فعلا يعني يمكن احنا بنشوفها واحنا عادين بنتكلم مثلا مع برضو القانونيين في قانون تنظيم الاعلام اللي هو المجلس الاعلام التنظيم الاعلام كلمة يا جوز دي بتدي معنين وهم يمكن فاهمنها قانونيا لكن لدى اخرين يا جوز يعني سمحت يبقى يجب كذا كذا ولا يجوز معناها مناعت اللي اذا اعترض للصاحب المريض فهي نروح للحاجات افضل يحتفظ بالعينة او يجب الاحتفاظ بالعينة المدة كذا إذا اعترض المريض يبقى الاستثناء هو الاعتراض انما الاساس هو الحفظ لانه زي ما حضرتك قلت وزي ما الدكتور قال انه احنا بن يعني بن بن ممكن تحصل مضاعفات فنرجع تاني لنفس الحكاية دي فنزود الدوز نعدل في موضوع معين ندخل في مركب بالزبط النقطة كانت اللي بعد كده على طول برده في اخر الفقرة دي من مادة 14 برده الاتزاء اخر سطر فيها يلتزم الباحث بان يتيح هذه المعلومات لراعي الدراسة انا اتصور انه يجب على الباحث يعني قلنا تكون له اي علاقة مباشرة او التزام نحت الراعي الراعي شؤونه مع اللجنة مع اللجنة الموقرة اللي في الوزارة او اللي في الجامعة او كده انما انه هو مقابلش الباحث يعني انا كباحث التزم اقدم نتائج الباحث للراعي ليه؟ هو فيه بره محطوط واب سايت بيحطه clinicaltrize.gov بيتقال فيه النتيجة بدون ما يذكر المريض والمريض ده حاجة سرية جدا مين اللي اشترك بيه لا اصل النص هنا اتزام امام الراعي عشان مجرد ان الراعي يكون فيه طمان انه هو الفلوس اللي حطها دي فعلا اتعمل بيها بحث فعلا جاب اجهزة مثلا فعلا عمل تحليل فعلا طلعت نتيجة مش مهمة الراعي يتدخل في النتيجة بس يبقى متطمن ان فلوسه انما انا اعتراضي على النص يلتزم يعني لازم انا كباحث اجيب الراجل المليونير دوا واقوله انه عملت ايه علشان اطمنه ان فلوسه ما راحتش مرتبات للاطباء ما يفرقش معا ان انا اطمنه لا بمعنى اصلي هلتزم بمعنى ايه ممكن يجي من ورا اللجنة الموقرة يقولي الدين تشيط بتاعة الاداتة طب دي عايزين نعمل لها احصى وانطلقها ما يمكن مش مظبوطة ودي تطلع برا لجهات الانمية اخرى تان بيئة بحث ثانية طب حضرتك شايف اذا الرعي طلب يتطمن على فلوسه اه فيه جزء امكانية بيئة ديتا انت النهاردة بتعمل بحث داخل جمهورية مصر العربية واحنا طبعا الابحاث ستصل في النهاية احنا ما احناش صنع دوا بالقدر اللي بموجود برا في الغرب لازم ندرك من المؤكد انه هيكون عندنا محاولات لاختراق ابحثنا محاولات لسرقتنا يمكن الوصول له خاصة اذا كان فيه نقطة مهمة فيه شاب واعد او مجموعة واعدة بتعمل على شيء معين وهنا علينا ان نحمي هذا وان تكون هناك والرقابة هي اللي هتحمي هذا انا عايز اقولك ان الافات المؤلفة من المقترعين والباحثين طلعوا ادوية بس بيوقفوا فين عند مقدرش يكمل اكتر من كده عشان عاجل ما فيش القانون ده لانه مش موجود لكن طلعوا فيه ادوية بتطلع فيه تجارب بتنفع على الفران التجارب وعلى الحيوانات الكبيرة بس مش قادر يكمل بعد كده والقانون ده احنا منتظرين تقريبا يطلع انت يعني المستهدع اولا ده بعد ما يوصى اعادة سياقته تاني انا عايز اقولك ان احنا في 2013 بعتناه للنقابة وزارة الصحة والقطاع الطبي في الجامعة وكل الاماكن وجالنا في بعض الناس رد وفي بعضهم ما ردوش فبنعيد تاني السياقة وقعدنا معه مزارة اللي ما ردش احنا قدام مسئولية تاريخية في لحظة مهمة بلد حقيقة بتجري بكل سرعة يعني في كل المجالات وكل القطاعات بوضوحه امانة شددين يعني قطاع الاعلام بيجري ينظم نفسه ويطلع قانونه ويحاول يزبط الاداء اللي الناس اشتكت منه في الفترات الماضية ونقدم خدمة محترمة للناس وغيره القطاع الطبي بيجري ينظم مناطق ما كانتش منظمة قبل كده وكانت متسابة حكرا على وزارة الصحة توافقي او ما توافقش وما كانش فيه هذا القانون وفي يد الطبيب او المسئول ان يمنح وان يمنع اذا ارجوكو احنا في لحظة الكل عليه انه هو يشارك فورا بالرأي ويبعث ملاحظاته ولازم يتكلم في المطلوب وتراعى مصالح الاطراف احنا مش ضد شركة الدواء بالمناسبة الشركة دي هي اللي هتصنع في النهاية يعني لا يمكن ان احنا نقول يعني لا يفهم برضو انه احنا بنتناقش انه احنا ضد شركة الدواء ومالمين لا يصنع في الاخر ما هو شركة الدواء وبالتالي حتى واقع الرعاة ولها حقوق علينا بس ان نوازن ونتأكد ونتأكد من نزاهة البحث بالزبط هو ده عشان كده لمجرد الربح ونقامر بصحة الملايين اذا كان مرض واسع الانتشار او الاف اذا كان المرض من الامراض النادرة اللي هي بنحاول نوجد لها علاجات وبالتالي يعني هذا هو ما نريده فهستأذلكوا نذهب الى هذا الكلام اللي هو العقوبات والعقوبات الحقيقة في المادة 17 على وجه التحديد بتكلم عن وحنشوفها على الشاشة برضو بتقول انه مع عدم المساس اللي بنوصل بس المادة 17 يا سيد الحركة السيد عم انه يقوم رعي الدراسة بتوفير التأمين المالي لدى احدى شركات التأمين نعم النصوص الاجنبية كلها فيها بندك فيها كلمتين التأمين والتعوين بمعنى هيجي خواجة يأمل ابحاث على مرضى مصريين ويأمل عليهم في شركة التأمين لا احنا عمل التفقين ان فيز وان منشأ مصري فيز وان دا دا منشأ ايه بس هو منشأ مصري انا عايز اقول له حضرتك ان اي علاج يعني طب العلاج بتاع الفيروس سيمو لازم يتعمل عليه وتعمل علشان يتعرف هل هينفع للمصريين ايه برضو في الجلترى ما احنا اقولنا بيه يعني فيه اضوية دية طبعا مش ممكن مفيش المشكلة اللي حصلت اللي خلت هلسانكي تحط هذا القانون ان فيه علاج كان اكتشفوه وكان علشان نلقيه بتاع السيدات اه فمعملوش عليه ابتدوا يعالجوا بيه ابتدى يعمل مشاكل لان ما تعملش عليه بتزبط يفايدوا معي فابتدى ينزل جيل مفيش ايدين مفيش اطراف مش هارفه ليه لان ما تعملش تجارب كلينيكية ابتدوا يجربوه على العدد كبير وغلط جدا فابتدت هلسانكي تحط هذا القانون للتعديل كمصريين للفرام بتاعت التجارب بتاعت الشركات الاجنبية لا اخر علينا ان هذا البحث دائما رغبة فيه مصري مصري طول الوقت مش فيزوان حضرتك طولي مرحلة اول ما يعني انه في المرحلة التانية قد نفتح للشركات الاجنبية طب دلوقتي الهيباتايت السي لما تعمل تقربوا غير لما نعرف هم وصلوا لايه من المراحل اتأكدوا انه هو نافع عليهم طب هل هينفع على الجينو تايب 4 اللي عندنا او لا يبقى لازم يكون في تدارب كلينيكية بالفعل تمت المفق عليه من الاف دي اي في الولايات المتحدة الامريكية من الهيئة الارضية تمت ولو في المرحلة التالتة اللي هي قبل ما يتم احتاجه احنا محتاجينه اكتر لان احنا عندنا نوع من الفيروس مش موجود عندهم برا علشان الاف دي ايه تدي الابروف اللي عايزة عدد كبير جدا من المرضى خبرتك عارف طبعا طيب هيجيبوا عدد المرضى دول اللي مصابين بالجينو تايب 4 منين واحنا مستفدين بهذا العلاج ده احنا عندنا اكبر بلد فيها لا ولكن في النهاية مش عايزين بس نبقى لا ما نبتديش من المراحل الاولانية طبعا دي مرفوضة انا بتكلم عن المراحل الاخيرة اللي عمل فيها تجارب الامان وما بعد الامان بالزبط قبل ما نجربها على ناسنا يعني ما نبتديش عندنا يعني ما تجيش اي شركة ادواء من برا تيجي تبتدي تجرب علينا ده انا عايزة اضيف كلمة بقى انه هم هناك برا بيقولوا احنا حيوانات تجارب للدول اللي في الشارك لان هم اللي بيعملوا على نفسهم الفيز وان ان فيز تو وبعدين احنا بناخدها بعد ما نكون مطمينين بيعملوا ده على ناسهم في دواهم في دواهم بالزبط ده طبيعي كل واحد بيعمل على ناسه في دواهم عشان نبقى متطمينين وعشان لو احتاجه زي ما قلنا نتيجة مخارج قلت انه فيه يعني طايب مختلف من فيروس سي عندنا عن الموجود في الاماكن التالية قد يرجع الاسباب ممكن يكون علشان البل هارسيا اللي موجودة عندنا مبتر على غيرها ممكن ان كمان الكبد المصري مثلا بيتحمل او ما بيتحملش او يعني كل بلد شعبها وكنسها مختلف وهم هناك الكبد عنده لي نظامه علشان بيتعاطوا عاطين للكحول اللي اقل فنسب فتجربة الدواء على الكبد المصري غير على الكبد الراجل اللي بتعطيك كحليات وهكذا يعني لازم كل جنس يتجرب عليه الدواء ده مفيد ولا لا بس في المراحل اللي قبل ما يطرح اللي تطمننا فيها في الاول في بلد المنشأ بالضبط وعشان كده احنا بنتمنى انه يكون بلد المنشأ اللي بحثينها دائما هي مصر ما نجيبش الدول من برد وزيان بقولك الاف المؤلفة طلعوا ادوية بس يوقفين عند حتة خيانات التجارب للفضل بس قبل ما نسيب نص الراعي ان القانون ده لم يتعرض لذكر اي نوع اي نصوص تحكم علاقة الراعي بالدولة وحقوق الملكية الفكرية والعلمية والمالية للدولة او للبحث طب لاحظة بحش نكتب الكلام ده علاقة علاقة الراعي بالدولة وحقوق الملكية الفكرية والعلمية والمالية سواء للدول او للبحث يعني حضرتك كانت شركة اكس من الشركات هنشرحها اه كده بمثال من غير اسماء الشركات فيه عقار معين لما نزل في السوق هذا العقار انقذ هذه الشركة من التفليز لانه الارباح بتاعته كانت 350 مليار جنيه مصري لا اسف دولار طيب انت دلوقتي لما الشركة عملت الترايلز وحققت الارباح دي من عمل التجارب وحققت الارباح انا فين انا كدولة انا كباحث انا كدولة لا الباحث لابد يكون له طبعا مردود ده مفهوش جدا القانون ده ما هفصل الباحث اي حاجة هو عمل فكرة لكن الدولة الدولة خلينا نتفق احنا بديين الدولة هي اللي بتعمل تقريبا الابحاث حسب ما حكينا دلوقتي في النقاش اللي بنا انه علينا ان نقصر مسائل الابحاث على الدولة وانشأت الدولة ان تدخل باحثا من خارج مستشفيات الدولة هي اللجنة بقى اللي تقول اللجنة اللي تقول اذا رأيت فيه جدية اللجنة غير صعبة المصلحة مصبوط الملكية الفكرية ليست لمن عمل الابحاث السريرية الملكية الفكرية للمقترع الاولاني خالص اي دي الفكرة الفكرة سواء فكرة دواء او فكرة تكنيج او فكرة كذا دي الملكية الفكرية لمقترحة مفيش حد جاب سريطة مش للكلينيكل ترايلز ولا للراعي يعني لو فيه البحث الرئيسي والمجموعة بتاعته عملوا هذه الابحاث السريرية هما ما بياخدوش الملكية الفكرية اللي خادها هو اللي عملها بالبداية صاحب الفكرة هما صاحب الفكرة الا لو هما عملوا نوع من التجديد على العلاق لكن مجرد تجارب كلينيكية الدواء هل نافع للمصريين ولا لا هل يتخذ اي بي ولا بالبؤ هل يتخذ معدوة تاني ده ما ادهوش الملكية الفكرية مفيش حاجة توحد او تثبت او توضح حسن الملكية الفكرية بعيدة عن هذا القانون تماما لليها وضع تاني انه هو جاب حاجة جديدة هنا من حقه يحط ملكية فكرية مش مستني القانون ده يديله الحق في ملكية فكرية او لا يعني اصلاقصد في خلال الكلينيكل ترايل السريرية هما لقوا معلومة او ملحوظة تستهد تصنف في بند الملكية الفكرية هيقدمها لو هنا فيه التزام من الباحث بتقديم الكلام ده للراعي والراعي اخذها وجريه ازاي انا طاهمة اصد حضرتك حضرتك خايف من الراعي هي انها منطقة فنية شديدة جدا من قاعدة اسم يعني انا هقول لحضرتك احنا بنعمل بحث عن من الاستمثل في علاج امراض السكر ممكن نقولها بالعربي شوية علاج اللي هي الحويصلات الخلوية المتناهية في الصغر من الخلايا الجزعية من الحبل السري في علاج مرضى السكر فده الدنيا كلها بتشارك فيه احنا مش لوحدنا ولا حاجة انما ممكن نطلع نلاقي نوع من المايكرو ارن ايه معين جاب لنا نتائج هيلة لو انا قدام الراعي ملتزم ان انا قدم له المعلومة دي هو هيخدها بيطير وتتسجل ان المايكرو ارن ايه رقم كذا ورقم كذا يعالج مرضى السكر هنا اثناء البحث العلمي انا لقيتها كمعلومة لها ملكية فكرية طبعا من حقك تقدم على طول ومن قبل ما تقول للراعي كمان من حقك تقدم سبراءات الاقتصاد ما احنا قلنا هننظم العلاقة ما بين الراعي والبحثين دي هتتنظم لكن حتة ان هو ياخد البحث ويروح ينشر وياخد هو الملكية الفكرية لا حضرتك اول ما تلاقي هذه المعلومة الثامنة انا ملتزم قدامه ان انا اديله النتائج انا كاش مجحص قدمها اولا حتة الالتزام هنرجعها تاني اه 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 ثانيا حضرتك هتروح تقدمها في مكتب براءات الاختراع واليوم اللي هتقدم لو راح الراعي بعدها بساعتين يقدمها هي محفوظة باسمك مش هتتحافظ باسمك طيب انا عشان دهمنا الوقت وحنروح للمادة 17 واللي هي معانا على الشاشة واللي بتتكلم عن العقوبات وانا جملة اللي دايما ما بحبهاش برضو في جميع القوانين المصرية اللي هي بتقول احنا كاسلانين مش عايزين ندور مع عدم المساس باي عقوبة اشد في قانون العقوبات او اي قانون اخر دي جملة مطاطة موجودة في جميع قوانين جمهورية مصر العربية من فجر التاريخ وحتى الان لانه ما عندناش قدرة ان احنا نحط الحاجات دي soft copy على كمبيوتر ونطلع الحاجات المتماثلة ونخلص منها فننقل قوانين ويبقى فيه قانون واحد ما هو اذا كان في عقوبات انا بعتقد انه في حاجة زي دي لازم تكون عقوبات ادارية لانه ما ينطبق عليها جنائيا لازم يكون ورد تحت بند قانون العقوبات علشان يكون قانون العقوبات جامع وشامل للجميع سواء للسادة الاطباء او للسادة الاعلاميين او للسادة السيادلة او للمهندسين او لغيره او لغيره او لغيره او لغيره قانون العقوبات واحد في حالة الحكاب جامع بالظبط اما العقوبات التي تأثرت في مثل هذا القانون فهي العقوبات التي توقع مهنيا بسبب اخطاء مهنية بسبب أخطاء مهنية العقوبات الإدارية هنفصل هنود النقابة هنوقف عن العمل لا ده هو أكتر هنا في حبس في غرامة من خمسين لمئة ألف جنيه في ناس في اللجنة طلبت إعدام فقولنا له مش ممكن لأن الطبيب مش قصده نواغل أنا شفت في نصوص هنا تخوفنا جدا جدا من من الدخوف في البحث وانا وجعل دماغي ليه عم هتحبس واتسجن وادفع مئة ألف جنيه لا هو في التلاعب معلش عشان كده أنا بقول إيه وأكمل بس جملة صغيرة إن ده بيروح وزارة العدل وأي نص قانوني هم بقى بيحطوه يعني ده مش فاينل ده حضرتك لو تشوف أنا رحت تحت وزارة العدل تحت المستشار فولان مفيش دعو الأسماء وقعدت معابة كان يعني الوقت ما ساعدنيش غير إن مثلا نخلص كان ورقة منهم لكن كل ده الحتة دي القانونية كنا بنحاول نشيل يعني دي واحد يعدم لأنه بيعمل بحث علمي ما هو برضو لا متفقين لازم نشجع البحث ما نعملش آه بحمل 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 بس إحنا بنحاول نواجه أيضا من قد يعني يكون عنده جموع غير أخلاقي طبعا عشان كده بنقول دايما ندفع البحث العلمي عشان كده في حبث العلمي دافع نبيل لكن الوسائل قد لا تكون شريفة في أوقات وهي دي النقطة اللي بيخشى منها لأ لأنه هي دي النقطة الأساسية ونحق المبحوث إنه يشتكيل النقابة ويشتكيل اللجنة الأخلاقيات عشان كده أنا بقول إيه؟ ده أحد إحنا هنا بنتكلم عن عقوبة إدارية أنا صح والغلط دي عقوبة إدارية أما ما يختص بعقوبة الغرامات والسجن والأشياء لما هذا القبيل فهجب أن تحال هذه المواد فورا تضاف إلى قانون العقوبات يعني ما تبقاش تحت هذا القانون أنا قصد كده يعني قانون العقوبات يبقى قانون واحد ده شرحه عشان كده أعلم برد يعني أحنا بنشتغل على خلال المجلس الأعلام بنقول نفس الكلام حنبعد ده القانون للعقوبات إذا كانت العقوبات لهذا مما ينطوي علي لأنه أحد سعاها فبنى آدم تسبب في أشياء باللي بيعمله هي خلاص زي أي واحد مسك تاني واحد في الشارع وضربه يعني بإهمال الإهمال إهمال إذا عقوبة الإهمال كلها تروح تحت إيه تحت قانون العقوبات ونخرج من العقوبات داخل القوانين التي نضعوها الآن والتي نسعى لتطوير منظومة القوانين المصرية بيها نخرج بكل العقوبات السالبة للقرية والغرامات التهيلة إذا كانت الغرامات في إطار إداري معناه توقيع الإهمال على مستشفى لأنها ما جابتش مش عارف إيه غيره الغرامات دي تمشي يعني إليها الغرامات الإدارية والعقوبات الإدارية أما ما كان جنائيا جنائيا فلابد أن يذهب في كل القوانين المستقبلية إلي قانون العقوبات لأنه اللي بيحصل في الجزء ده هو لما بيجيجي السيد المهندس ويرسم رسم خطأ يكون فيه 2 ملي فيؤدي إلى انهيار بناية هو بيتعاقب على إزهاق أروح دي جنائيا عقوبته في الإدارية تحت قانونه أنه خلاص حيتحرم من شغل الهندس ده وضع مختلف فهنا نخلي العقوبات الإدارية للقانون هنا وما يتعلق بالباقي زي قصة سقوط العمارة أو السب والقذف والتشهير في قصة الإعلام أو غيره يروح على قانون العقوبات لأنه الجميع فيه يستوي هنا ما يكفيش الطبيب هناك نكتبين مع عدم المساس يفايد وينتمي الجامعة أو ينتمي المعهد بحثي عالي الأخطأه هتبقى عبارة عن إهمال أخطأه عبارة عن أنه ما دققش معلومة أنه جاب معلومة مغلوطة فهم غلط أخطأ فكلها حاجات زي بيقول صعب إدارية إنما هو مش مجرب إنما لو هو متعمد الإيزاء أو الضرر أو السرق أو التقبيل قانون العقوبات يطلع بالفور ده قانون العقوبات فهنا ما يترتب عليه يفترض وده اللي احنا بنقوله وحتى وإحنا عاديين بنتكلم فيه برضو قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإن شاء الله برضو هيبقى عندنا حاجة لأنه احنا محتاجين حوار مجتمعي على الأفكار زي ما احنا بنتكلم فيه قانون الأبحاث الطبية زي ما غيره وإحنا كمان ما نفعله وما نضعه لاجب أن يكون شفافاً أمام المشاهدين وأمام المجتمع المصري اللي يساهم فيه لأنه كل واحد عنده مصلحة أصيلة مع الإعلام وعنده تحفظاته عليه ومخاوفه كما يستمتع به وكما يستهلك سلعته العقوبات يجب أن تحال جميع العقوبات إلى قانون واحد موحد في جمهوريتنا العربية إسمه قانون العقوبة يحال للجنة الإثيكس في اللجنة البيان في المزارة للمحكمة بيطلع جنة العقوبة إنما ما ألزمهاشي بنصوص هي تشوف اللي هي عاوزها لأن فيه التكييف قانوني هنا أو التكييف اجتماعي هو ليه غلط الدرجة دي ترى كان قصب ما يمكن اللي خمسين الفين اللي إحنا حطينها النهاردة دي بعد سنتين تبقى ولا حاجة وممكن تبقى شيء خرافي جداً خزعبالي غير ممكن التحقيق وبالتالي أنا بس هحب أقف عند موضوع الحبس بس يعقب كل من ثبت تورطه حين إقامة الدراسة الإكليميكية في وفاة المبحوث أو إحداث عاها مستديمة جراء إهمال شديد آخر أعتقد أن دي جا قبل آخر صفحة على طول دي مادة في قانون العقوبات يا جماعة إهمال الطبي بيؤقب عليه بإيه؟ موجودة نعيده تاني ليه؟ ليه نكتبه تاني؟ ده الأصد إن حتة العقوبات كلها تتبع قانون العقوبات